يمكن زي ما قال آخر مواطن في الفيديو مشاركة المصرين جوه مبارة مهمة جداً لاختيار النواب خلينا نتكلم على وسائل التصويت حضرتك كنت بتتكلم عن البريد السريع إزاي شفت تغير الفكرة في وسائل التصويت بعد جائحة كورونا ده الشيء العظيم أنه يعني إحنا محناش تقليديين إنما منشوف إيه اللي ناسب الظروف الحالية اللي موجودة في مختلف دول العالم اللي فيها تواجد لمصريين في حضر من هذه الجائحة ومن انتقال العدوى وبالتالي أنت بتوفري الفرصة للمصري منه يدلي بصوته بدون ما يتعرض ليه مثل هذه العدوى وده بيشجع أكتر وكتر يعني حتى تجشم مشقة إن كنت تنتقلي من مدينة ليه المدينة اللي فيها البعثة ما بقتش موجودة وبالتالي وإن كان جائحة كورونا وانتشارها في موجة تانية بتحصد أعداد أكبر وأكبر في الكثير من الدول اللي فيها المصريين خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرها ده ممكن يأثر على عملية التصويت إلا أنه عملية البريد حتخلي تعود الحكاة دي وتخلي يبقى فيه إقبال أنت بتوفري له الأداء السهلة اللي من خلالها يقدر يمارس حقه مجرد أنه هو بيبعت عن طريق البريد السريع ورق التسجيب بتاعته والتصويت للبعثة ومن هنا أنا عايز أكد على الأهمية اللي بتمثلها وجود بعثات لنا في كل الدول تقريباً اللي فيها تواجد للمصريين سواء كان تواجد كثير زي ما موجود في منطقة الخليج أو في الولايات المتحدة أو في كندا أو في أوروبا أو غيرها من الأماكن اللي فيها البعثات دور البعثات مهم جداً دور وزارة الهجرة مهم جداً وزي ما بقول هذي المظلمة هل سعد سفير دور البعثات ده ممكن ندمج فيه فكرة برضو أن المواطن المصري في الخارج بيقابل ممكن أو ممكن يقابل بصعوبة في النوع أنه ما عندوش معلومات عن الناخب بشكل كافي هل البعثات أو القنصليات بتقوم بالدور ده أو منين المواطن في الخارج بيجيب كل المعلومات عشان يعرف هو نازل يختار مين خاصة أن فيه نزاهة وشفية يعني حتى القنصليات والسفارات هناك أكيد ما بيبقاش فيه توجه ناخب بعينه أو يعني مرشح بعينه كويس أنك أنت أثرت الموضوع دوت لأنه اللي أنا بلاحظه أنه فيه ربض على الاستفسارات بشكل مباشر مع مراعاة معامل الوقت لأنه هما ثلاث أيام فقط بالتصويت أي شكاوي بيتم التعامل معها أنه يبقى فيه غرفة عمليات في إطار وزارة الدولة الهيرة ده شيء ممتاز الحقيقة الهيئة الوطنية للاتخابات على طول بتتعامل مع أي شكاوي مع أي استفسارات وزارة الخارجية من خلال بعثتها ومن خلال ديوان العام هنا في القاهرة كان فيه عملية إعداد وتواصل مع المصريين وشرح وموافتهم بكافة المعلومات غير أنه هذه الثورة في الاتصالات اللي احنا بنعيشها النهاردة وبنشهدها بتوفر كافة البيانات والمعلومات عن طريق الإنترنت فما أصبحش فيه مشكلة حتى عدد الشكاوي أو عدد الاستفسارات بتلاقيه بيبقى محدود إنما مش على نطاق كبير يسير التساؤل هل وصلت المعلومة صحة للمصيف الخارج هل توافرت لديهم كل البيانات لا كل ده تحقق ومع هذا وده شيء طبيعي إنه يبقى فيه بعض الاستفسارات أو بعض الشكاوي بيتم التعامل معها على الفور وحلها بحيث إنه يبقى فيه ثلاثة في عملية الإدلاق بالأسرط بالأسرط